كده كل الكمبيوتر بتاعه شغال قدامه. بص ده الكتاب هو جاي في السكتة اهو. يعني ان شاء الله يجي لكم كمان شوية. احنا المرة اللي فاتت كنا تكلمنا عن البيم كده جنرال ويعني ايه بيم ومش عارف ايه اللي انا حطيتها اصلا على السايت. ممكن انت برضو تشوف ها. النهار ده باعايزين نبدأ حاجة مهمة جدا. ازاي ابدأ مشروع في الريبت. تمام? نعدي بس كل ده. اهو. لو انا عايز ابدأ ازاي? ابدأ مشروع بفتح الريبت طبعا دبل كليك. وببدأ. لو انا حطت يا شباب صح? هتلاقي موجود 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 فيها اربعة والفاملي برضو موجود فيها بتاعه. هتبدأ سيادتك عايز تبدأ مشروع جديد فهتقول له ايه? بس انا مش هعمل دلوقتي. انا عايز افاهمك حكاية كده او قصة قبل ما نبدأ نعمل ايه? ايه الحكاية او القصة دي? البرنامج ازاي بيتحول من الى ومن هو بيعمل ايه? هو انت وانت بترسم بترسم في ولا في براحة. بس الافضل ان احنا غالبا بنرسم وبندي له معلومة فهو بيستنتج مين? طيب. هو ازاي بقى يستنتج الكلام ده? او ازاي بيظهر الكلام ده? هو لو انا فتحت ده انا شايف المشروع قدامي لما بدوس على قوله واديني للليبل ده بيتحول البرنامج الى باسقطات معينة او بطريقة معينة. ساعات لو انا عملتها انت مطلحس ايه الاختلاف? بس اتحالا نركز فيها اكتر نشوف ايه الاختلافات? معلش طبعا البرنامج بيبقى تقيل شوية مع النيتورك بيتبقى العملية اتقل. مش واصل. قادي المشروع بتاعنا اهو اتفقنا ان احنا هنجيب بقى القايمة دي على الجنب. بالمنظر ده نخبطها بقى في الجنب قوي كده. هي عشان تثبت. فيبقى عندي في النص ايه? الموضل. وعلى الشمال البروبرتس وعلى الانين مين? البروجيكت براوزر. البروجيكت براوزر ده هو اللي هينقلني من مكان لمكان. مش ده سري دي اهو. هروح دايز على كلمة دابل كليك. راح بعيتني للفلور. بصها شواندس الكاميرات باينة ازاي? دوتد. انت متعود كانشائي. الكاميرات بتبقى باينة دوتد ولا ستريت? اه ستريت. طب هي باينة دوتد ليه? اه هو البرنامج بصص ازاي? هو الانشائي بيبص ازاي شباب? بيقطع في منسوب نص الدور ويبص الفوق. فيشوف الكاميرات ستريت. طب المعماري بيقطع ازاي? منسوب نص الدور ويبص التحت. فيشوف الكاميرات ايه? دوتد. اه هنا يا باش مهندس? عشان كده البرنامج مظاهر لكاميرات دوتد. يبقى البرنامج دلوقتي يبصص فين? بص لتحت. طب هو نينفع خليه بص لفوق اكيد. الوحيد اللي مسموح له ببرنامج الريفت ان هو يعدل اتجاه النظر الانشائي. ليه? لانه العالم ما عندهش ستاندرد للانشائيين. الانشائيين في العالم كله يبصوا لتحت براحتهم ويبصوا لفوق براحتهم. لكن احنا هنا عندنا في مصر الستاندرد ان احنا ايه? بصين لفوق. الستاندرد للمعماري لو هو بيرسم ارضية بيبص لتحت. لو بيرسم سقف يبص لفوق. آآ الانشائي براحتهم. عايز يبص فوق عايز يبص تحت ما فيش ايه? مشكلة. طب هعدلها منين? هقول له كده من وانا واقف على اي بلان ايدت طايف. تعديل لنوع البلان او ايدت طايف. هلاقي في حاجة اسمها ايه? اتجاه الايه? اتجاه ليه بدل داون تخليه ايه? قول له اوكي بقى. ايه ده? المنشأ ضاع. ايه اللي حصل? هو كان متزبط النظر بتاع البرنامج على حدود معينة. بس كان متزبط على ان هو ايه? رحت انت عكست اتجاه النظر. هل انت العبت في الارقام بتاعت البيوت? لا. فالارقام دي ما تنفعش مع اللوكينج ايه? مع يبقى انا محتاج اعمل تعديل كمان. اعدل في مين? حاجة اسمها الفيو رينج. طب نجيبه منين ده? من قايمة اللي على ايدك الشمال دي برضو? هتروح جاي على حاجة اسمها ايه? مدى النظر? هتروح اقيله ايه? ايدت. رح قالك انا عندي اربعة اربع حاجات عايزك تدخلها لي. تسيبك من الرابعة اللي تحت. خلينا في التلاتة اللي فوق. الانشاء بيرطع فين? تحته ولا فوقه? تحته. ما انا عشان اشوف السقف ده يا شباب الدور ده. هنزل تحت منه وبصي لفوق. لان لو طلعت فوق وبصيت لفوق. هشوفه? هشوف اللي بعده. لا يبقى انا هنزل بالكات بلان. يبقى الكات بلان يبقى بالموجب ولا بالسالب? بالسالب. طب منسوب نص الدور. لو الدور تلاتة متر. يعني تلات تلاف ملي. عشان البرنامج شغال بالملي. يبقى انا هنزل قد ايه? الف ونص. تنزل مدنين. انت بتقيس الالف ونص دي منين يا باش مهندس. انا بقسها من نفسه. يعني لو انا عايز اشوف السقف ده اروح نازل منه متر ونص. حلوة. طب عايز تشوف لغاية فين? يعني عايز عينك تجيب ايه? انا مش عايز حاجة ازيد من السقف. يبقى توقف عند السقف نفسه. يبقى المسافة كامل. صفر. مش عايز حاجة. ما انا بنسب لمين? للسقف نفسه. يبقى انا مش هطلع فوق السقف. طب باش مهندس البطن. اشوف تحت مني قد ايه? ليه يا عمه هو انت سوبر هيرو? مفيش. هو انت باصي فوق مش هشوف حاجة ايه? مش هشوف حاجة تحت. البرنامج قافلها اصلا. ما تحاولش. بص بياخدها بتساوي مين? تساوي الكاتلات. طب حلو ايه بقى البيو ديبس ده? والله البيو ديبس ده باش مهندس مش انت ابصص لفوق. وروح تقيل له انا اخر السقف. روح الراجل يقول لك ايه? مش ممكن يكون في كاميرا مقلوبة. طلع فوق السقف. مش نازلة. مش ممكن يكون العمود قطاعه بيتغير. فتشوف موضوع تغيير القطاع ده. اه. بس انت مش عايز تشوفه بنفس الشكل اللي تشوفه بيه كأنه ايه? موجود في نفس السقف ده. لانه مش تابع السقف ده تابع لايه? السقف اللي فوق. مش عايزك تعرف تعمله سليكشن بالويندو سليكشن. لما تعمل ويندو سليكشن كده ما يختارهوش. لانه موجود فين? في السقف اللي فوق. راح مسميين الكلام ده يعني ايه? بيعمط لك انتجاه النظر بتاعه. بيزود لك ايه? حتة زيادة. عايزها استخدمها. مش عايزها. ما تستخدمها. طب انت مش عايزها تعمل ايه? دخلها بتساوي مين? بتساوي الطب صفر. طب انت عايز تشوفها الفوق شوية. استخدم ايه? اه مية متين تلت ومية ربع ومية. ولازم في اتجاه النظر. مش هيقبلها في عكس اتجاه النظر. يعني انا باصس لفوق. يبقى لازم الفين? لفوق بالموجب. لو دخلتها له بالسالب هيجتمل. اه بص تعالى ندخله بالسالب سالب مية. بنقول له اطلاي. عايز لك ارور بيو دابس بلان السب بيلوزة توب كليب بلان. اه تشتغل نظر ولا ايه? ما ينفعش. الكلام انت بتقوله ده هاكس. يبقى انا لازم ادخلها ايه? بالموجب. وليكن زير. بمجرد ما اهيت اوكي بس. شوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل? كامير بان ايه? بص بقى تعالى نزاون شوية. ايه ده? هو ليه اللي عمود باينتخين? وشكله كده فيه تهشير صح? تعالى نكبر شوية او من هنا نختار مسلا واحد لخمسين. ايه ده? ده فيه تهشير بجده باش مهان نصور. صح? اش معنى العمود اللي خطه دخيل والكاميرا لا. والعمود اللي اتهشر والكاميرا لا. هو اللي انا عدى بمين? عدى بالعمود. عدى بالكاميرا? لا. طب ايه راية نلعب كده نشوف البرنامج ده بيفهم ولا لا. انا هخلي اللي اهندسة يعدي بالكاميرا. الكاميرا دي مسلا ستمية هخليه ماينس خمسمية. واقول له اوكي. ايه اللي حصل? قطع الكاميرا راح مهشرها ومديها ايه? خط ايه تقيم. الله حلو الموضوع ده. طب تعالى نطلع بالاين? بالفيورينج تاني لفوق. هخليه ماينس مية. كده انا عطعت في مين? في البلاطة. بانت كاميرات? بانت عاملة? لا. يبقى البرنامج بمجرد مسيقتك بتعدله يقطع فين والبص ازاي? اوتوماتيك بيعدل الايه? الراسم. انا بنسب للليبل اه. كل تنسيب يا شباب للليبل. هارجع بقى ازبوطها الصح اللي هو كان ماينس الف ونص انتر. او. في رسمة جميلة جدا في الكتاب معاك بتشرح لك القصة بتاعت الفيورينج. انا بس بحب اسبق شوية بابدأ بالفيورينج الاول عشان من الحاجات المهم انك تفهمها. هيجي اهو ان شاء الله. اهو تمام? ادي الرسمة اللي انا بتكلم معاك عليها بس دي متزبطة على بتاعت المعمال. بص بقى بتاعت الانشاء ايه? قادي عين سيادتك. بصص فين? بص لفوق. الكتب اللي انا اهو. ومعا مين? معا البطن. قطعوا العمود. فالعمود بان ايه? متهشر. اهو العناصر المرة بالمنسوب ده هتظهر ايه? كتب. طب والتوب فين? هو هو الليبل. يبقى انا بنسب كل ارقامي لمن? للليبل. يبقى بقى الطوب زيرو. والكتب والبطن كامل? ماينس متر ونص. طب والافست بقى اللي هو بتاع البيو ديبس. لو انت عندك كاميرا مقلوبة شايفها? شايف الكاميرا المقلوبة دي? لو انت عايز تشوفها تعمل ايه? ارفع البيو ديبس الفوق. مفهومة دي يا شباب? صعبة? طيب حلوة او. عايزك تجرب تفتح السامبل تخش على زيرو تو فلور. تعدل اتجاه النظر يبقى لاعلى. تعدل البيو رينج بحيس الكاميرات تبين زي ما انا نبينه. طيب باش مواندس احنا كده عزلت البيو رينج بس ده طبعا مشروع موجود اصلا. احنا مش هنعمل كده في المشروع موجود. احنا آآ هنقفل ده بقى. تمام? اهو. ونقفل ده خالص. نقفل المشروع ده. مش عايز اتسايف. وابدأ مشروع جديد. لو انا قلت له نيو. انا عايز اعمل مشروع جديد. نيو بروجيكت. هيقول لي انت هتبدأ من ايه? ايه قصة ده? تمبلت ده يا شباب انت وانت بتشتغل عالكاد بتبدأ من حتى كنت بتختار اسمه ايه كاد? او الشباب اللي كانوا معايا في كورس الكاد احنا عملنا اصلا ايه? لنفسنا. بيتخزن فيه شوية حاجات. لو انت قلت له انا عايز ابدأ مشروع. هيسألك سؤال يفهمك ان هو مش عارف اي حاجة خالص. بيقول لك ايه? انت عايز شغل وحدات ايه? متريك ولا امبيريال? اه قل له متريك. تخش عرفت من جوة تلاقيه فاضي. صحرة. ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة. ليه يا باش مهندس? لان سيادتك بدأته فروم سكراتش. ما يعرفش اي حاجة عن اللي انت هتشتغل عليه. فلو حتى جيت تقول له مثلا. وبعدين تقول له كولوم عمود. يقول لك عمود. هو فين العمود ده? مفيش. ما يعرفش اي حاجة. طب ومال انا هعمل ايه? الشركة من ديانة شوية حلوة جدا. فانا هقول له ايه? انا عايز ابدأ من تيمبلت نيو وادور على التيمبلت. في عندك اسمه بس انا عايز ابدأ من تيمبلت احسن. فهعمل ايه? براوز. براوز يعني ايه يا باش مهندس? اروح ادور على المكان اللي فيك بتاعي. او براوز. بص هيفتح لك على طول اسمها ام الدنيا. تمام? هتختار انت ايه بقى? يعني التيمبلت بتاعك اللي هتبدأ منه هو التيمبلت بتاع ايه? بتاع الانشأيين بفولت مترك يعني شغال بالوحدات الايه? المترك مش بالمتر. مترك يعني ايه? اه متر سانتي ميلي. تمام? كيلو جرام والكلام ده. ايه 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 ايه? اه هو وتقول له اوكي. خلاص انت كده حددت التيمبلت هتلاقي البرنامج بقى شوي ايه? فاهم شوية معلومات عن اللي انت بتقول. ممكن تلود من برضو من يو كي او يو اس. هتلاقي فيها نفس التيمبلت. تمام? هو كل يا شباب هو اغلب اللي بيختلف حاجات بسيطة قوي. تمام? مش مشكلة يعني. يعني اشتغلت يو كي اشتغلت يو اس بس يو اس ماترك مش عشان امبيريا اللي هتبقى الانش والاي? والفيت والكلام ده. او اه ايجفت كل التمبلت واحدة. بس هنختار التمبلت اللي اسمه ايه? بفولت متريك ايه? تمام? بص لما هاجي بقى هنا اقوله بينفز عمود او بص عارف يعني ايه عمود بس هو عمود هنتكلم عن الاعمدة اكتر طبعا في حصة الاعمدة لكن انا بالنسبة لي دلوقتي عايز ابدأ المشروع من التمبلت اللي انا حد الطولة. يلا كلنا نجربه. طيب بس مهندس التمبلت ده اشغال بوحدات ايه? مش عادة. هو كاتب متري بس ملي ولا سنتي ولا متر. اروح اعمل ايه? من قايمة من قايمة اروح مدور على حاجة اسمها او ادوس على الكيبورد واتفقنا ان اختصارات الريبت دايما حرفين وما فيهاش يا شباب انتر ولا مسترة. غير الكاد. الكاد كنت لازم ايه? يو انتر او يو ان انتر. لا هنا بتعمل ايه? يو ان. يفتح الويندو على طول. تمام? بعد كده يا شباب هتلاقي اللينس مكتوب قدامها ايه? ملي. لا انا عايزها مسلا بالمتر او احنا اختار من هنا ايه? ميتر. تمام? بصراحة بيني وبينك انا بحيب اشتغل الريبت بالملي. ليه باش مهندس? الستاندرد بتاع المشاريع العالمية اغلبها الشغل بالملي. سواء معماري او انشائي او ميكانيكا. ايه السبب? دقة اعلى. زائد ان الريبت اصلا بيوقف موضوع الفابريكيشن سيستيم لو الخطين مش وصلين ببعض نوصلهم احنا. لا ما فيش الكلام. تمام? هو ايه? الغلطة هتبان وهتسمع وهيفبحك عند ام تلاقي لها الا الله. فلازم نشتغل احنا كمان بدقة? فممكن ازود دقتتي عن طريق ان انا اشتغل بايه? بالملي ميتر. تمام? مش محتاج بقى. لو انت هتشتغل بالمتر محتاج على الاقل رقمين بعد العلامة الايه? بعد العلامة العشرية. تمام? فانا مش هشتغل بقالص لاني شغال بالملي. الاريا هتلاقي هو عاملها قريدي بكام? لسكوير ميتر. اوتوماتيك. بعد كده الفوليام متر مكعب. انجل وسلوب بالدرجات. الكارنسي ملهاش واحدة. الماس دينسيتي الكسافة بالكيلو جرام على المتر المكعب. خلاص تمام? انا مناسب بالنسبة لي الكلام ده هقول له اوكي. مش مناسب عدل اللي انت عايز. طيب ايه تاني ممكن اعدي له باشمهاندس في التمبلت ده قبل مبدأ? التمبلت ده عامل لك كم بيو كده? عامل لك بيو سموس مصير. بيو نسميه هو سايت. طب البيو اللي اسمه سايت ده. انا محتاجه دلوقتي? لا. امسحه. ما تسيبش حاجة ايه? لا ملاش لازم. عامل لك بيو اسمه وليبل وان. يعني ايه? تحليل انشائي. احنا مش في صدد دلوقتي الكلام في الموضوع بتاعت تحليل الانشائي. مش عايزه. اعمل ايه باشمهاندسة? اروح مسحه. افتح واحد تاني بس ودليت عليه كده. وليبل تو امسحه. الانالاتي كالموضل في السري دي مش عايزه. امسحه. سبت وليبل تو والالليبيجانز اللي هي مين? الوجهات. لو انت بصيت كده هتلاقي وجهة اهي اتنين تلاتة اربعة موجودين عندك هنا هون. اربع وجهات. تمام? طب وبعدين يا باشمهاندس. ايه تاني? هل انت هتشتغل بالفيو رينج اللي عامله? مش هو عامل كام? اه معرفش. هو انا متأكد ان هو قبل اني مختاره ايه? اب. بس انا عايز اعرف هو عامل فيو رينج اديه. فممكن ازبط الكلام ده عن طريق او سوري فيو. ومن فيو حاجة اسمها فيو تيمبلت. هو مش ده اسمه فيو. فيو يعني ايه? يعني لقطة او منظر? اه مسقط افقي انشائي. طب مش انا ممكن اعمله البرنامج يمشي عليها? اه? اقول له ان كل انا عايز بتاعها كزا كزا. اقول له ان انا عايز بتاعها كزا. بتاعها كزا. صح? اه ممكن. ازاي? اقول له كده? من فيو. فيو تيمبلتز. او. حلو. جاب لي بقى كل الفيوهات اللي عنده. بس انا دلوقتي بتكلم عن مين? ومين اكتر حاجة تهم الانشائي? فدور على حاجة اسمها فريمينج بلان. يعني ايه? مسقط افقي انشاء. هو حطيت له وحطيت له اسم. انا مش هشتغل بيها. انا هو حقيله ايه? اهي. يعني ايه يا بشمهاندس? يعني خد لي واحد جديد باسمه مختلف. اهو. نسميه ايه? مسلا هسميه آآ زوم. عشان مسلا الشركة بتاعتنا. لو انت ان شاء الله ربنا كبير ما اشتغلت في شركة هتلاقي عندها بتاعتها متسمية باسمها عشان يبقى مفرق بينها عن البرنامج. وشرطة مسلا. نروح ايلي له ايه? ده شرطة فلان. ده مسقط افقي انشائي. وقول له اوكي. فينزل معايا هنا او. طب انت عايز تعدل فيه ايه? عايز الاسكيل كام. لارش انت ده الاسكيل ده ممكن اطبع في لوحة صغيرة مرة في لوحة كبيرة مرة. ابقى اغيره بره. مش مشكلة. طب الديتيلنج ليبل. اتفاقنا نشتغل ايه? ميديم. متوسط. عشان ما نجهدش الجهاز. تمام? تبقى التفاصيل معقولة قدامي. واهم اهم اهم حاجة عندي مين? اقول له ايدت بقى. طب البيو رينجي قديه? اه والله انا عايز اطب زيرو. مش هطلع فوق الليفل. والكات بلان هافترض ان المشروع بتاعي اغلب المشاريع ارتفاعات تلاتة مت. فيبقى كات على كامل? واحد ونص بالسالب. والبيو ديبس كامل? زيرو. مش عايز بيو ديبس. واقول له اطلاي. واوكي. اوكي. كده هو سيب التمبلت بتاع البيو. صعبة? يبقى انا عايزك دلوقتي تعمل حاجتين. تعدل اليونت او تشوف بتتعدل من ايه? الحاجة التانية تمسح البلانات والليبلز اللي ما لايش لازمة. الحاجة التالتة يا باش مهندس تروح على قايمة بيو. بيو تمبلت مانج. وتضيف متعدل فيه الخصائص اللي عدلناها. بص احنا كده اه عملنا ايه? كنا تعال نراجع كده على اللي احنا عملناه. لو انا جيت لغيت السايت تاني اهو. وبعدين نروح تشال اهو. وبعدين روحنا لقايمة بيو. قلنا له ايه? بيو تمبلت مانج. وعدلنا ايه? جينا على وسميناها مثلا زوم شرطة. زوم شرطة ودوسنا اوكي. هعدل بقى الفورس ده هتخليني ميديم. هزبطه بحيس ان هو هيكون ايه? ديرو. ماينس الف ونص ديرو. انا كده يا باش مهندس. ما قلتش للراجل يشتغل ازاي? يعني يشتغل ازاي? يعني انا عملت بس يطبقوا فيني? اه ابدأ بقى ازاي يطبقوا. لو انا عندي موجودة باختار مثلا او اللي موجودين. واقلوا يعني طبق الوضع اللي انا عملته فيني? على ده او هتلاقي موجودة عندك اكتر من انت هتختار مين? واقول له ايه? اوكي. لو انا عايزة اتاكد لو جيت على بتاع اي فيهم هتلاقي ايه? زيرو ماينس الف ونص زيرو. طب انا كمان شوية هعمل جديدة. لسه هعمل عليهم تاني اطلال? لا انا ممكن اخلي البرنامج لما يجي يبدأ جديدة يبدأها من بتاع ميني? بتاعي? ازاي? اقف اي بلان? وروح ايجل له طيب. طيب. وروح اقل له ايه? انا عايز مين? هو كاتب لأ انت عايزه ايه? زوم وقول له اوكي. خلاص كده. كل الجديدة اللي انت هتعملها هتشتغل من اين? من زوم طب انا بقى كل مرة هاجه اشتغل عرفة بشمهندس هعيد القصة الجميلة دي? لا. انا هسايف الفايل دلوقتي ده كانه ايه? بتاعي بقى. الشركة كاتميدياني تيمبلت ناقصه شوية حاجات. انا عايز اضيفها ضفتها. اروح اعمل ايه? اروح ايجل له ار. وبعدين اقول له تيمبلت. واسايبه معاهم بس اساميه زوم شرقة تيمبلت. بمجرد ما تيمبلت ما تكمتش فيه. وبعدين يا بشمهندس عايز ابدأ مشروع جديد بقى. في الخواص اللي انا عايزها. اللي انا ازبطته. هروح ايجله ايه? نيوم. وبعدين من نيوم اقول له ايه? واختار مين يا شباب? زوم تيمبلت. اه اقول له اوبن. اوكي. افتح المشروع. هروح فتح لك المشروع بتاعك. تمام? بادئ. لو انت قلت له لأي لبل فيهم هتلاقي موجود ايه? زوم بلان اللي انت عملته والاوبشنز اللي انت اخترتها كلها. فبقى كده كل مرة اتيجي تعمل مشروع جديد مش هتعيد القصة دي كلها من اين? من الاول انت بس هتقول له ايه? وتختار التيمبلت اللي احنا عملناه مع بعض. صعبة? يبقى انا عايزك تعمل دلوقتي تلات حاجات. الحاجة الاولى تأكد ان ليبل وان وليبل تو يشتغلوا بتاعنا. عن طريق ايه? رحية اتكليك. الحاجة التانية انك تعمل وتختار ان تشتغل من اين? من زوم اللي احنا عملناه. الحاجة الاخيرة تعمل وتبدأ مشروع جديد. من اين بقى? من التيمبلت ده? عشان نبدأ نعمل طيب باشمانس انا بدلوقتي جاهز ان انا اكارية المناسيب بتاعة المشروع. المناسيب المشروع اللي ايه باشمانس? لان احنا هنشتغل فلازم هدخله ايه? الارتفاعات بتاعته. فاحنا هنعمل مناسيب مع بعض مبدئية نشتغل من عليها. بس عشان اعمل منسوب هروح لقيمة ومنها اختار بس لقيت الليبل مقفول. ليه? لان انا دلوقتي فاتح ايه يا شباب? فاتح بلان صح? طب والبلان ينفع يا باش مانتس ارسم في بلان? لا. لازم يا في ايه? واجهة. فهروح جاي بستخدم البروجيكت براوزر. هروح رايح لأي وجهة من الوجهات عن طريق دبل كليك. وبعدين يا مش مهندس بعد ما اروح للوجهة اعمل ايه? هروح جاي رايح على وكرية بس انا اصلا لقيت الراجل عاملي كام اتنين. واحد اسمه وان واحد اسمه ينفع عدل عليهم اه اكيد. ازاي? اختار الليفل بكليك. زيرو ده بالنسبالي انا عايزه منسوب الشارع. فهروح مسميه كده. على الكلمة بص اهو. الاولانية. اخترت الحاجة. التانية عالكلمة. بقعدل فيها. اروح هييله ايه? ده الشارع. ايه برضو بيعلق? مسح اللي انا بكتبه ماشي. او. درست كليك بول عشان يأكد راح كاتب ايه? عايز تعدل التسمية. يعدل تسمية ايه? مش الليفل وان ده موجود هنا. يعدل اسمه? هقول له ياس. راح الستريت انت محتاج له ليبل? لا. مش عايزه. همسحه. ليه يا باش مهاندس? ليبل مش هيستخدم في حاجة كبلان. يعني كمسقط افقي مش هنشوف في حاجة. ده الشارع. انا عامله ليه كليبل? عامله كليبل يا باش مهاندس عشان هستخدمه بعد كده. بس خلي بالك انا مسحته كبلان مش كليبل. انا عامله كليبل عشان ده بتاعي. فروح اعمل لك هنا العلامة الزرق دي بعد هنا ايه? اسود ليه? لان ملهاش تلا. لكن لها انا محتاج الليبل. طب ليبل تو? لا ده انا عسميه جراوند. الدور الارضي. بالارضي عندك منسوبه تلاتة متر من الشارع? لا. الارضي طالع من الشارع كامل. خمسطاشر سنتي. مية وخمسين ملي. انا عامله في الجراوند. هوب نزله تحت خاص. ماشي سيبهم داخلين فضاع بدلوقتي. هنعديلهم بعدين. طب باشمانس انا عايز اعمل بعد كده. الدور الاول. اعمل ايه? اروح جاي بقى هنا خلاص الليبلات اللي عندها خلصت. فيبقى ديتم ليبل. عندك طريقتين عشان ترسم الليبل. يا اما ترسم نقطتين بيمثله الليبل. يا اما بيك لاين. تعال نجرب درو لاين. هاجي اقعف اصاد الليبل هنا. على الارتفاع اللي انا عايزه. سواء بالديمينشن اللي بتاعلى والقل دي. بالماوس بس. يا اما اكتب تلاتة متر. تلاتة. انت دي نقطة. وعمشي كده. وادوس كليك. دي نقطة التانية. قال لي ده كامل. تلاتة. لأ انا عايز اسميه حاجة تانية. على الاسم. وارروح مسميه ايه? فرست. او منسوبه كامل. تلاتة مية وخمسين. ليه? لان اصلا مية وخمسين. فلما تطلع منهم تلاتة. تبقى تلاتة مية وخمسين. طب هروح واقف هنا. وروح كاتب كامل. تلاتة تلاتة. وادوس انت. وامشي هنا. وادوس كليك. كده بقى كامل. لابل اربعة. لأ ده انا عايز ده السكند. ليس. تمام? بس الكلام اللي انت عملته ده كاريت لك كتيرة جد. كاريتك سوري. بلانات كتيرة جد. بص راجل كاريت لك ايه? وايه? وايه كمان? هو انت عايز كل ده? لأ. طب ما ليه يا مش مهندس? انا عايز الراجل يكاريتلي بعد كده بس. عايز اكاريت بس. طب عاملها ازاي دي? شايف هنا الشريط الاخضر الرفيع ده? مكتوب هنا ايه? او انت عايز اصلا اللي بلانه يتعمله بلان? ما ممكن انت تكون بتعمل زي لفل الشارع ده? مجرد ايه? منسوب مش محتاج له ايه? مسقط افقي. فتشيل العلامة خاصة. او تحدد النوع. ايه النوع اللي انت عايز تعمله? اروح اييله والله انا عايز اعمل مش عايز اكتر من كده. فلما هكاريت بقى الليفل اللي بعد ده اه بص هاجي هنا ارسم واحد كمان. تلات تلاف. مرتعا هنا نشوف موجود في الفلور بلانز? لأ. موجود في السيلينج بلانز? لأ. هو انا كانشاية محتاج مش عايزهم اخطاص اهو. وده برضو مش عايزهم. انا اصلا من الاول كنت المفروضة ايه? اختور بس. تمام? لأ ما شغال عندي. طيب تعال اتاني كده نتكلم عن موضوع اهو بص انا بعمل ايه بقى? عشان اعمل بس باختار وبعدين اجي هنا. انت عايز اه. طب عايز نوع ايه? طيب هختار مين بس? فكده هيكاريت لي ايه بس? او. وابدأ ارسل. ممكن برضو اقف هنا وابعد تلات تلاف. وادوس انت وامشي كده. وادوس كلاك. اعمل لي ليبل ستة. ممكن انا اغير الاسامي عادي. ليبل ستة ولبل خمسة هغيرهم في الاخر مش مشكلة. ممكن استخدم. ايه الفرق? ده سيابتك هتقف على خط وتختار مسافة. هو يعمل ايه? شبهه. شبهه امر افسد كده في الاوتوكاب. فهتكتب المسافة فين? هتكتب المسافة هنا ايه? افسد هكتب كامل? تلات تلات. وروح جاي يوقف على الخط بتاعي كده. ايه بيزر خط دوطة ايه? اخضر كده. دوس كلاك? هحاملك ليبل كمان. دوس كلاك? رح اعملك ليبل كمان. بس تخلي بالك وانت بتدوس كلاك ان البلانات اللي بتتعمل او اللي بتتعمل لو انت نزلت سنة لتحت هينزل لتحت. لو طلعت سنة لفوق هيطلع لفوق. السنة دي بالماوس خفيفة جدا. اه بص? سنة لتحت بقى الليبل بتكاريت فين? تحت. هيروح مكاريت لك خمسين لبل فوق بعض. ده مش صح. لأ لازم تخلي بالك وانت بتضغط باستخدام ان ان انت بتضغط ضغطة واحدة وتتأكد ان انت في الاتجاه اللي انت عايز. اهو. طب انا كاريت الليبلات دي كلها. اكيد فيه منسوب تحت للبدروم. البدروم تلاتة متر منين? من الارضي. فهروح مختار الارضي كده وانزل سنة لتحت. او منسوبه كامل? سالب 2850. طب هو كده تلاتة متر? اه? لان فيه مية وخمسين تانين ايه? فوق. طب اه مسلا الدور بتاع الاساسات. قالك منسوب التأسيس في تقرير التربة. اربعة متر تحت الارض. دي بالك من الكلمة. اربعة متر تحت ايه? تحت الارضي. بقى انا اقيسه من ايه? من الجراوند? لا. من الستريت لابل. لان هو قال لي من الارضي الطبيعية. مين منسوب الارضي الطبيعية? الزيرو اللي هو الشارع. تمام? يبقى ماينس اربعة من الشارع هو كليك. بقى منسوب كامل. ماينس اربعة تلاتة. اعيد بقى التسمية بتاعتي. ممكن اعمل ايه? اختار الليفل ده. وهو الكتابة. نرقم احسن. زيرو واحد شارطة. يعني ايه? منسوب التأسيس. بقى عندي منسوب التأسيس. زيرو اتنين شارطة بقى البيزمنت. اهو? بقى عندي البيزمنت. برا الكلام. اقول له مسلا ده زيرو كامل. زيرو تلاتة شارطة. عشان يترتبوا. لان البرنامج بيرتب ايه? او زيرو اربعة شارطة. بعدين ده نسميه ايه? ديرو خمسة شارطة. بعدين ديرو ستة شارطة. محكزة. لغاية ما توصل للايه? للأدوار اللي انت عايزة. احنا هنعمل المنشأ بتاعنا. مسلا وليكن بضروم وارضي وعشرة دوار. عشان يبقى التوتال كامل. اتناشر دول. صعبة كده يا شباب? عايزين نكاريت الليبلز مش شارطة كاريتهم كلهم. ممكن نكاريت مجموعة من الليبلز. بس عايزك تنوع في الاستخدام بتاعك في الليبل بين درو لاين وبك لاين عشان تستخدم امر وتخلي بالك اول ما تبدأ بقى عطول من الاول. طيب ايه? تمام? طيب بشماندس ايه التعديلات اللي انا ممكن اجريها على يعني انا عندي ايه? عايز اعرف التعديلات اللي انا ممكن اعملها. وليه والكتابة من ناحية واحدة? ليه مش من ناحيتين? ولما ابدأ من اليمين تلاقيها جات من اليمين. ابدأ من الشمال تيجي في الشمال. ليه? لان هو بتاعها معمولة على كده. طب اعدل. اعدله ازاي? لو انا اخترت اي ليبل واحد منهم بس. هلاقي في حاجة اسمها ايه? هتلاقي في في حاجة اسمها سيمبل اند واحد. و سيمبل اند اتنين. متعلم على مين فيهم? طب اعلم عن الاتنين كده? وقول له اوكي? زهرت من اين? زهرت من ناحيتين. طب باش مانس الليبلز عندي قصيرة. او الليبلز ما اقفتش مع بعضها. عايز اوقف الخطوط كلها تبقى مع بعضها. اعمل ايه? شايف الدايرة الصغيرة دي? في دايرة صغيرة هنا كده. وكل ما هزوم هتصغر اكتر. ممكن الغي الاند اتنين عشان تشوفها. اهي. اتلغت من ناحية اللي هناك. ماشي. شايف الدايرة دي? شايف دايرة الصغيرة دي يا بشماندس? هي دي الدايرة اللي انا بشد منها عشان اطول. طب ليه عندك يا بشماندس بيتحركوا كلهم مع بعض? لان انا وانا برسم وقفتهم كلهم مع بعض. طب افرد انا كان عندي واحدة وقفة كده. لوحدة. وعايز ارجعها. عادي اخترها من الدايرة كده وقفها. بمجرد ما هيظهر الخط اللي واصل ما بينهم كلهم ده. هتلاقي فيه افل هنا تقفل. الافل ده وظيفته ايه? يحافز على الحركة كلهم مع بعض. اهو. شايف? الطول او النقص في الطول مش مهم. ولكن بيبقى شكله ايه? كويس لما هاجه اطبع وفيه المنسيب ولا حاجة. طب يبقى علامة الافل دي هتعمل ايه يا بشماندس لو انا فكيتها? لو فكيت الافل ده هتلاقي الليبل بيتحرك لايه? لوحدة. ترجعوا قصادهم. الافل هي ايه? هيقفل. سري دي نفس الفكرة بالزبط بس بتأثر على البلانات كمان. يعني لو انت عملتها بص بقى ايه? بيتحرك لوحدة خالص ازاي? ترجعوا يقلب ايه? سري دي. طب ايه اللي هنا دي? علامة الصح دي لما بتدوس عليها بيظهر لايه? الدايرة اللي فيها الكتابة. بس دي بتظهر لمين? للعنصر ده بس. طب لو انا عايزها لكله لازم ندخل فين? ايه دي الطيب ونعلم عليه كله. طب انا عندي مشكلة كمان يا بشماندس. ايه هي? داخل في الستريت. اختار واحد منهم. هتلاقي فيه رمز موجة صغير جدا. اسمه قد قلبه. دوس علي ايه? ايه اللي حصل? كسر الى جزئين شايف? اهو ممكن انزل بيل تحت شوية. عشان ايه? يبان. ممكن اكسر ده كمان اهو? واطلع بيل ايه? لفوق كده. واجيبه كده شوية. ووقفه مصد بعد كده عشان يبقى الشكل كويس. بقى عندي هنا ايه? كل الليفلات بينة واضحة. ممكن اعملها نفس الكلام الناحية التانية. عن طريق مين برضو? السمكة اللي موجودة اللي هنا دي او الالجو اللي موجودة هنا ده. اهو. وانزل بده لتحت شوية. الافل هنا مضايقني. ممكن اطلع دي كده لجوة. اهو. اقام وقفته مصد بعض. برضو نفس الكلام هنا اخد الايه? الحتة دي اوقفها هنا. ودي كده اجيبها هنا. ممكن انزل بيها لتحت كده. بص هو لقت من ايه? من الناحية اللي هناك او. كده بقى انقصات بعض بالزبط. بقت كل الليفلات واضحة. صعبة? دي اللي انت بتقدر تعدل فيها في الليبل سواء من الليبل نفسه عن طريق الكليك. بتقدر تعدل الاسم المنسوب. بتقدر تخليه مرتبط بنفسه بس. بتقدر تخليه بيتحرك لو عايز تحركه الواحده يبقى ايه? فك الافل الاول. بتقدر تخفي او تظهر الايه? الاسم والكتابة. طب لو عايز تظهر الاسم والكتابة للكل يبقى تقدر تعدل فين بقى? في طيب? وتعلم على مين? على العنصرين بتوع اند واحد واند اتنين. اوكي? يبقى انا كده رسمت الليفلز وجاهز بقى ان انا اكارية البلانات والحاجات اللي جاي. كلنا نجربها كده.